السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وصحابي وحبابي عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير نورده ان شاء الله هنشرح ازاي نعمل ايد شنطة او ايد اي حاجة او نعملها حتى اكسيسيروس يعني مثلا تبقى كده جميلة اي حاجة بلونين استخدمها استخدمات كتير في كلهاد في حاجات كتير استخدمها بكذا خط انا هنا هستخدمها بخط مكرمية انت تقدر استخدمها بخط كلم او خيوط اقطن اي خيوط انت عايزها لون واحد او لونين بالشكل اللي انت شايفها دوت اتمنى تكون سهلة وبسيطة ويلا بينا نبدأ على بركة الله ابسط ايد ممكن نعملها للشنط والفوانيس والاي حاجة هاجيب الخيط كده لونين مع بعض وبعدين اعتبرهم كأنهم خيط واحد هعمل حلقة البداية زي ما بنعملها جبت ابرة رقم خمسة وهسحب الخيط كده انا قدتلك باعتبره خيط واحد كده وقفل كويس او كده انا سبت مسافة عشان ايه تقدر يتركبيها في الشغل اللي انت بتعملين خلاص انا معي الوقتي لونين مرصوصين على الشغل هبدأ بقى اعمل ايه هاجيب اللون الاحمر شايفها كده اهو جبت قدام وبعدين هعمل الشغل بتاعي بالابيض او القفايت تمام القفايت هاجيبه قدام وارجع هاجيب الاحمر هو اللي اشتغل بيه معي الاحمر يبقى انا ايه هعمل الاحمر هاجيبه قدام كده والشغل بالقفايت معي القفايت هو اللي هاجيبه قدام كده تمام اهو والشغل باللون الاحمر معي الاحمر هو اللي هاجيبه قدام والشغل باللون القفايت اللون التاني معي الابيض هو اللي هاجيبه قدام كده والشغل باللون الاحمر انا بقولك كده ليه وبشرح لك كده ليه عشان افترس بطي الشغل ومشيتي عايزة تجي درجاع تكملي تاني يا ترى هتعملي بايه معي الاحمر يبقى هو اللي ايه اللي هاجيبه قدام كده والشغل الغرزة باللون التاني معي الابيض هو اللي هاجيبه قدام واجيب اللي ايه اللون التاني الشغل بيه معي الاحمر هو اللي هاجيبه قدام واجيبه اللون التاني الشغل بيه نكمل الشغل معي الايه الابيض هو اللي هاجيبه قدام كده واجيب اللون الأحمر اعمل بيه الشغل بتاعي معايا الأحمر هو اللي هجيبه قدام وارجع جيب اللون الأبيض تاني معايا الأبيض يبقى هجيب نفس الدرجة معايا الأحمر يبقى هجيب الأحمر هو اللي قدام واجيب الخط التاني وكمل بقى الشغل كله كده معايا الأبيض هو اللي هجيبه قدام واجيب الأحمر معي الأحمر هو اللي هجيبه قدام والشغل باللون الأبيض أو الفاتح أو القفايت معي القفايت هو اللي هجيبه قدام وبعدين الشغل باللون الأحمر وهكذا تقدري بقى تكملي الشغل الشكل اللي انت شايفاه دوت بس الشغل شكله جميل جدا تقدري تعملي بقى الشغل كله بأي ارتفاع انت عايز ايه أتمنى الشرح تكون سهل وبسيط وكون فيديو سهل جدا بسيط كده على الماشي وللقاء آخر في حلقة قادمة ان شاء الله